أنا عنجاد عنجاد كتير بحب هذا شغلتي أنا عنجاد عنجاد كتير بشي شغلتي وأنا بأداء بإكلاء شو فيه حبيبة شو صاير معك ليش هيك مزعوش خالتي يا أنت بتعرفي بالموضوع ومخباية علي فهيضا مصيبة يا أما ما بتعرفي بالموضوع فصار ومستان يا حبيبي حكي شغلت اللي بالي هلأ فهمت يا را لي رفضتنا ليه لأنا مغرومة مشتانة شو مثل ما سمعت خالتي انت كيف عرفت ما حدا نقلي أنا شفتهم بعيوني والظاهر من شكل علاقة قديمة ومغرومين ببعض كتير مش مزبوط مستحيل يا را ما بتخب علي شي بتحبي أعطيك تفاصيل قالوا لأنه مصور مصور نعم وسألت عنه اسمه رامي وعنده استوديو من أيام العصر الحجرة وبصور بكاميرا قديمة كمان بتحبي تعرفي تفاصيل تانية خالتي ولا مصدقتيني لا خالتي مصدقتك بس عم جرب استوعب الموضوع حبيت خبري قبل ما انسحب بس تأحفظ العشرة مش ما بقوله عامر أكيد اللي عم بيصير معيارا مجرد نسوي وأنا بوعدك أني ما رح أقبل أبداً أنه شخص مثل هيدا يلعب بقى عقلته لا يارا وأنا كمان خالتي ما رح أقبل له واحد مثل هيدا يلعب بقى حاسيتها لا يارا ما بعش ودلك خالتي بس أنا ما بقبل هادا الشي سير ويزعجنا أكتر شي هو أنه يارا كذا بيت علي أنت روق هلا وأنا رح أتصرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر